لو عندنا ربق مليار رغيف في اليوم صباح كل يوم ده يعني حاجة رايبة مدعم ماذا عن ما هو خارج هذا الدعم؟ التلات تلاف مثلا هتبقى نسبة وتناسب يعني زي ما قولنا احنا عندنا تلاتين ألف مخبز بيصنع ما يقرب من متين وخمسين فيما فوق مليون رغيف في اليوم الخمس تلاف ده حيبقى الخمس تقريبا أو أقل فأنا الحقيقة مش منزعج من هذا الأمر بالمرة لأن الأسعار حتنضبط فيما تعلق به الخبز الأفرانكي ده موضوع مؤقت ولا موضوع دائم؟ ده قلنا هيكون low time limitation اللي هو يكون تلات شهور بالزبط كده وأنا أتصور زي ما قلت لحضرتك أن الأسعار العالمية من متابعتي للستوك ماركت على مستوى العالم أو الكوموديتز ماركت حنبتدي نرى بعض الاستقرار في الأسعار بتاعة الكوموديتز أو في الخام دوت يعني الفترة من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 من الشهر الماضي وحصلت الحقيقة بوسي الوقود الأسعار الطاقة الغاز وخلافه in addition أو إضافة إلى السلع الاستراتيجية أو الغذاء حصل فيها يعني آخر تقرير للفاو يتحدث عن زيادة سعرية متوسط الغذاء 24% ده عالمية across كل أنواع الغذاء وخلي بالحضرتك اللي بيحقق معدلات نموه عالمي هو الاستهلاك يعني السنة الماضية إجمالي الناتج المحلي العالمي أسف 94 تريليون دولار 60% من تحفيز هذا الانتاج جاي من الاستهلاك ترجمة نانسي قنقر